في النهج فكر المرتضى سيف على الجهل انتظى في النهج فكر المرتضى سيف على الجهل انتظى دور الودا حد أو مضى لم يحويه رحب الفضى نعم الآثر يروي السيار فيه العبر على ضفاف نهج البلاغة أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفة أخرى نقفها على ضفاف نهج البلاغة وبين يدي الكتاب الذي يخاطب العقل ويناغ الروح يؤسس للدنيا ويدل على الآخرة يوصل الإنسان بأن يتق الله وأن يعمل للدنيا كما يوصيه بأن يعمل لآخرته ويعيش حياته بكل بساطة وقناعة في ظل علاقة اجتماعية ورابطة حيوية تنبع من المسؤولية بالتعهدات الاجتماعية والمطالب الحياتية لكافة الناس هذه المشاركة في الحياة تفرض على الإنسان أن يعيش لغيره كما يعيش لنفسه في مستوى واحد من الحماسة والاهتمام هذه المعاني الإنسانية الخالدة التي تضمنها نهج الإمام علي عليه السلام جعلته موضع اهتمام الباحثين ورجال الفكر في كل عصر وجيل وسوف يبقى كذلك ما دامت العقول تكتشف منطلقات جديدة لبناء هذا الإنسان حتى يعود إلى الصورة التي أراد الله أن تكون وكم يترى قرأنا في يومنا أو شهرنا أو سنتنا قام يوما أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام ليتكلم فتلجلج وأعيا فقال الإمام عليه السلام ألا وأن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أخوة المشاهدين أخوات المشاهدات أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبع على مصادر التشريع الإسلامي سواء على مستوى الآيات القرآنية أو على مستوى الكلمات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يلاحظ بأن هذه المصادر أكدت وبشكل كبير وملفت للنظر على مطالب ثلاثة أو على أمور ثلاثة الأمر الأول يتمثل بأحكام الحلالي والحرام والمستحبات والمكروهات والمباحات والأمر الثاني يتمثل بالعقيدة العقيدة التي تتمثل بأصول الدين والعدل الإلهي والتوحيد والمعاد والنبوة والإمامة وما شابه ذلك يعني جميع الأمور المرتبطة بالعقيدة نلاحظ بأن هذا الجانب كذلك احتل مساحة واسعة في مصادر التشريع الإسلامي والأمر الثالث هو الأخلاق الأخلاق الإسلامية الأخلاق النبيلة الخلق الرفيع كذلك احتل مساحة واسعة في مصادر التشريع الإسلامي في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم السلام ونحن حينما نأتي إلى كتاب الله عز وجل نلاحظ بأن المولى تبارك وتعالى في آية واحدة وهي آية سوعة البقرة يشير إلى هذا المطلب وإلى هذه الحقيقة في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر من أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء إلى آخر الآية المباركة نلاحظ بأن المولى تبارك وتعالى في هذه الآية أشار إلى هذه الأمور الثلاثة الأول أشار إليه بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هذه إشارة واضحة إلى اهتمام الشريعة الإسلامية بمسألة العقيدة المطلب الثاني أو الأمر الثاني أشار إليه المولى بقوله وأقام الصلاة وآت الزكاة هذه الأمور التي تتعلق بأحكام الشريعة والمطلب الثالث أشار إليه بقوله والصابرين في البأساء والضراء إشارة إلى مسألة الأخلاق في القرآن الكريم إذن لاحظ بأن هذه الأمور الثلاثة احتلت مساحة واسعة في مصادر التشريع الإسلامي لو جئنا إلى كتاب نهج البلاغة نلاحظ بأن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كذلك أشار إلى هذه الأمور الثلاثة يعني أشار إلى العقيدة وأشار إلى الأحكام الشرعية وأشار إلى مسألة الأخلاق ونلاحظ بأن الأخلاق يعني حظيت باهتمام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل كبير وملفت للنظر أنا فقط أنقل بعض كلمات الإمام سلام الله عليه التي وردت في كتاب نهج البلاغة وأشار فيها إلى مسألة الأخلاق قال الإمام سلام الله عليه لو كنا لا نرجو جنة ولا نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق لماذا؟ فإنها مما تدل على سبيل النجاح الإمام سلام الله عليه يربط بين الأخلاق وبين نجاح الأمة وسبل النجاح يقول بأنه من سبل النجاح هو الأخلاق الحسنة والأخلاق واضحة وكثيرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نهج البلاغة مهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد نهج البلاغة مهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد والله والله إن التركيه عمو عن شافيات عظات كلها سدد عن شافيات عظات كلها سدد نهج البلاغة مهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد كأنها العقد منظوما جواهرها كأنها العقد منظوما جواهرها صلى على نظميها ربنا الصمد صلى على نظميها ربنا الصمد نهج البلاغة مهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد محالهم دونها إن كنت تنصفني محالهم دونها إن كنت تنصفني إلا العنود وإلا البغي والحسد إلا العنود وإلا البغي والحسد نهج البلاغة مهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد نعم عزيزي المشاهدين قلنا بأن الجانب الأخلاقي والتربوي والروحي احتل مساحة واسعة في كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة وهذا الجانب يتمثل بخطب الإمام مواعظ الإمام وصايا الإمام رسائل الإمام سلام الله عليه الخير والبلدان الإسلامية والتي كان يبعثها إلى بعض شيعته وهكذا خطب الجمعة مثلا كان الإمام سلام الله عليه ركز على هذا الجانب على الجانب الأخلاق وعلى البعد الأخلاقي الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه كما قلنا اهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا لأنه يعرف بأن الأخلاق لها أثر كبير على دنيا الإنسان وعلى آخرة الإنسان يعني قد البعض يصور بأنه مسألة الأخلاق ترتبط بعالم الآخرة بأنه الإنسان إذا كانت أخلاقه طيبة يدخل الجنة وإذا كانت أخلاقه رذيلة مثلا يدخل النار الحقيقة القضية أكبر والإمام سلام الله عليه أشار إلى هذا المعنى في أكثر من خطبة وأكثر من رواية الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بأن الأخلاق كما أنها تكون سبب في تحديد مستقبل الإنسان في الآخرة تكون سبب في تحديد مستقبل الإنسان في الدنيا يعبر عن الأخلاق بأنها سبيل النجاح يعني الأمم أنما تجدهر إذا كانت أمم عندها أخلاق أما إذا فقدت الأخلاق تنهار هذه الأمم وأعتقد بأنه الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة ولعله القرآن الكريم سبق الإمام أمير المؤمنين إلى هذا المعنى بأنه كثير من الحضارات انهارت والعامل الرئيسي في انهيار تلك الحضارات وتلك الأمم كان بسبب الأخلاق الرذيلة نعم يعني الأمة كانت تتحلى بأخلاق جيدة اجدهرت تلك الحضارات ولكن حينما تركت تلك الأخلاق وعاشت الأخلاق الذميمة انهارت تلك الأمم كمثلا أمة عاد وأمة فرعاون وهكذا القرآن الكريم واضح في هذا المعنى الإمام سلام الله عليه لأهمية هذا الجانب ركز عليه في خطب كثيرة أقرأ لكم بعض هذه الخطب في واحدة من خطب الإمام سلام الله عليه يقول تجهزوا يرحمكم الله أنا أسأل وأقول بأي شيء يتجهز الإنسان يتجهز الإنسان ويتزود الإنسان إلى عالم الآخرى بالأخلاق الحسنة بالأخلاق الفاضلة الإمام يقول تجهزوا يرحمكم الله فلقد نودي فيكم بالرحيل وَأَقِلُّوا مِنَ الْعَرْجَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَانْقَلِبُوا بِصَالِحِ مَا بِحَظَرَتِكُمْ مُنَزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَأُودِ وَمَنَازِلْ مَخُوفَةً لابدَّ من الوقوف عندها والمرور بها لحظ الإمام سلام الله عليه يصور بأن هناك منازل وعوالم تنتظر الإنسان وهي منازل الآخرة وعوالم الآخرة يقول لابد للإنسان أن يتجهز ويتزود بالأخلاق النبي له حتى ينجو من تلك العقبات رواية أخرى أو كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه في هذا المجال في نهج البلاغة يقول الإمام إن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم فإن ابن آدم إذا مات قالت الناس ما ترك وقالت الملائكة ماذا قدم الله يا لها من عبارة رائعة من الإمام سلام الله عليه وكل عباراته رائعة وجميلة ودقيقة يقول فإن ابن آدم إذا مات قالت الناس ما ترك وقالت الملائكة ماذا قدم لله عز وجل فتزودوا فإن خير الزادل التقوى وفي خطبة أخرى يقول عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق وانقادوا قبل عنف السياق واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا واعظ لحظ هذه كلها خطب من الإمام سلام الله عليه الموعظة واضحة فيها تركيز على مكالم الأخلاق على الأخلاق الحسنة أثرها في عالم الدنيا أثرها في عالم الآخرة ولعله من روائع خطب الإمام سلام الله عليه في هذا المجال هي خطبته في ذلك المجتمع في مجتمع الكوفة حينما قال لهم في خطبة من خطبه فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما يطرح الحجاب يشير الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه في هذه الخطبة إلى قول المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الإمام سلام الله عليه يقول لو عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم العلماء يقولون بأن الإمام سلام الله عليه أشار في هذا المقطع إلى مسألة الاحتضار ويؤكدون على هذا المطلب كثيرا إذن الإمام علي بن أبي طالب أشار إلى هذا البعد المهم في حياة الإنسان وحياة المجتمع بصورة عامة ألا وهو بعد الأخلاق وأكد بأن الأخلاق الحسنة لها تأثير على حياة الإنسان ولها تأثير على آخرة الإنسان وهي التي تحدد المستقبل في الدنيا وتحدد المستقبل في الآخرة قال أمير المؤمنين عليه السلام قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مرؤته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته في نظر أمير المؤمنين عليه السلام قيمة الرجال على مقدار ما يملكون منهم عالية وهناك تلازم وتناسب بين الصدق والمرؤة فمن كانت مرؤته أكبر كان صدقه أشد ومن كان يملك أنفة أشد فشجاعته أكبر وهكذا عفة الرجل على قدر ما عنده من الغيرة فكلما كانت عفته أكثر فهذا يعني أن غيرته أكثر إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي على ختام برنامجكم على ضفاف نهج البلاغة على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة جل بلاغة